وأكيد محطاتنا مستمرة وهلأ لحروح لمحطة يمكن بتهم كل السيدات والأمهات بتزاعد أكيد سلمة دائما بنسلط الضوء عبر رحلاتنا الصباح هي أهم المشاكل اللي ممكن يعانوا مننا الأطفال وفي مشكلة ممكن تبدأ عنده الطفل من الأيام الأولى أثناء الرضاعة كتير بيلاحظ مننا الأهالي أنه فيه الطفل بيدفع لسانه وخارج فما ويمكن هاي تستمر لأيام وشهور وسنوات لأنه ممكن يكون عنده مشكلة في النطف وممكن علاجها صحيح نور وهذا الشيء بيخلي قلق دائما عند الأهل إذا هيستمر هذا السلوك أو رح يتطور أو رح يتغير وقده ممكن يأثر ويكون مبشر أحيانا للأسف بمشاكل أخرى إذا ما تم علاجه بالتوقيت وبالشكل الصحيح لنحكي عن كل هاي التفاصيل بيصرنا رحب بيدفتنا لليوم بالأستاذة ولاء الحسن اختصاصية بعلاج النطق وطقيم الكلام يسعد صباحك وكلام حضرتك بخير نصدق الخير يا رب صباح الخير يسعد صباحك بالبداية خلينا نعرف للناس شو معنات الدفع اللسان عند الطفل طيب هلأ نحنا قبل ما نحكي عن الدفع اللساني سنحكي عنه نحنا نكون متفقين إذا بدنا نطق سليم فنحنا بحاجة جهاز نطق سليم صحيح يلي هو لسان حركته صحيحة أسنام انتظمة عندي كمعا حتى يكون في البلع عندي سليم التنفذ سليم يعني كل شيء مربوط بجهاز النطق نحنا لازم يكون كفاءته واضحة وموجودة وسليمة ليعطيني نطق صحيح هلأ هلأ نحنا حنحكي عن الدفع اللساني وهذا خطرنا الموضوع اليوم لحتى نعرف كيف بتبلش هاي العملية وكيف عم تطور للشيء السيء لأن هذه العملية بتكون هي نمط سلوكي بيكون موجود عند الأطفال بالأشهر الأولى بأنه أتمع بيولدوا هذا منعكس طبيعي للطفل لأن الطفل ببداية بيكون هو حركة اللسان عنده لقدام عم تدفش فهي بتكون حركة اللسان أمامية بتكون بين القواطع يعني هوا ما بيكون استطرعة للسنان بس نحنا بتبلش الحركات إنه كيف اللسان عم يدقبل فك بين الفك الصفلي والعلوي تمام فهون حركة اللسان هي حركة طبيعية أتماتيكية كمنعكس طبيعي للطفل لحتى تدفش أي شيء جسم غريب بيجي على تم الطفل هون بيكون هو عم يستخدم عمليات الرضاعة هلأ عم تتبلش هيتتطور كفاءتهم اللسان أو موضوع البلع من أربعة شهور للستة شهور ببلش تتخف تدريجيا هاي الحركة لحتى الطفل يبلش يستقبل الموابسة اللي يجهز موضوع إنه يصير عندي سلامة أو يصير الكفاءة موجودة بجهاز النطق لعملية البلع لما نحنا منشوف في تأخير بهذا الشيء ومنشوف إنه الطفل مثلا عم يتطول باستخدام المصاصة أو اللي بيسموها الهاية فهاي عم تعملي عم تعود حركة اللسان دائما لعمليات الدفع تمام؟ فشو عم يصير بهاي الحركة؟ عم يتعود اللسان عن إنه يدفوش اللسنان الإقضام موجودة فعم تعمل مثل تقدم بالفك مع فراغات بين الأسنان لأنه محنا شو بيصير إنسان بطبيعته هو بعمل عملية البلع تمام؟ تقريبا من 1200 ل2000 مرة بليوم هذا غير الأكل والشرب فتخيلي الإنسان كم مرة هو إذا حركته مو صحيحة كم مرة بديه يدفوش الأسنان فمنشوف عنا بعدين عبضة مفتوحة فمنشوف إنه عندي مشكلة لما نجي إحنا نقيم جهاز النطق عند الطفل بلاقي إنه أسنانه فيه بروز بلاقي عنده العبضة المفتوحة منلاقي إنه ما بحسن يطبق شفاهو تمام؟ وبلاقي كل شي بعدين أصوات لقدام فيها حيكون فيها خلال هلأ أمتى بتبلش هاي القصاص؟ نحنا بشوف أحيانا الأطفال لأربع سنين وهنا بيستخدموا المصاصة أو الببرون أو هدول بيستخدموا أو بيحطوا إيدهم أصبعتهم بيتمون فنحنا إيش من نبه الأم؟ إنه حاولي الطفل ما يضل مع حاطة أصبعتهم بيتمون لأنه إنته حيتغير عنكن من أعضاء النطق من الشكل حتى شكل الوش حيتغير وحيأثر بعدين يعملي مشكلة بالكلام تمام فهلأ بالنسبة إلينا نحنا لازم إحنا لم نتقيم أحيانا شو اللي بيصير إنه بيروحوا لعمل دكتور الأسنان هلأ شو بيعمل طبيب الأسنان؟ هو بيقيم الحالة وممكن هو يستخدم تقويم الأسنان لحتى نحنا نعالج لأنه بعدين حيتغير من نوع الفيط طيب إنته بيبلش أساساً يزهر تأثير هذا الشيء؟ هلأ أو شو الخطوات خليني قول هيك شوية البسيطة أنا ممكن تنتبه عليها الأمن باعتبار هي بتبلش مشكلة من هو وصغير هلأ رحا نقول شغلة المؤشرات هتطور لبعدين يعني أنا هلأ نحنا نرجع نقول هي عمليات طبيعية بالفترة الأولى ولكن بعدها تتطور لأنه تصير عندي حركة الليصان صحيحة لأنه الليصان شو اللي بيصير نحنا بالطبيعة إنه بيرفق دائماً نحنا الليصان حركته بتكون بصقف الحلق الصلب يلي هو أسنانه بيتفشل لقمة لورا أنا هون عندي خلل بيكون بعميات البلع فهين بيكون عندي المشكلة أثناء البلع والكلام نحنا هون لازم تنتبه إنه ابنة بيحرك لسان وبهيك طريقة بيتفشل الأكل لقدام لأنه طالما أنا عندي صعوبة بطريقة البلع فأنا حيكون عندي مشكلة كمان بموضوع إنه أنا عم بعمل خلل بالفك تمام فهلأ المؤشرات اللي بتشوفها الام بتشوف إنه ابنة مثلاً بيضل تم ومفتوح بتشوف حتى طريقة التنفس أحيانا بتكون هي مشكلة كمان بسبب التنفس إن الطفل بيضل فهاتحت مفتوح بيكون عندي مشكلة بالتنفس تمام منرجع منقول مثلاً أحياناً كمان منشوف الولاد بالوقت إحنا نسمي وقت الراحة يعني لا عم يأكل ولا عم يعمل شيء منشوف فيه اللسان يكون عم يسند على بيتقله هو معمي حسين يتحكم فيه فعم يسنده على الفكين الدعم فعم نلاقي فيه هجوم هلأ هون الفكرة إنه أنا إذا عم شوف مؤشرات بالإضافة إنه أنا عندي مشكلة بالنطق تمام فهي عم تكون الأربع سنين وطالع عم نشوف المشكلة واضحة حتى عم نشوف اليوم عم يجون عنا الكبار بالعمر عندهم هاي المشكلة وبيروحوا عن دكتور سنان وإذا ما تعالج هذا المشكلة شو بيكون عمل دكتور سنان بيكون حط لهم التقوين تمام وحسن لهم وضع الفكين وصار أموره تمام بس العملية اللي هو ما تحسنت عنده ولي ما تدرب عليها إنه تضل عملية لسان عم تتحرك لأدام فشو رجعنا عملنا رجعنا عملنا مرة تانية بروز للأسنان يعني مشكلة إذا هو حل عن طبيب الأسنان بس هي ما نحل إذا ترجع فليش بيلجأوا الاختصاصين النطق لحتى نعلم لسان على طريقة البلعة الصحيحة تمام حتى أثناء الراحة يعني حتى أنا لو ما عم بحكي إنه أنا كيف ده تكون وضعية لسان موجودة بتتم كيف ده تكون وضعيتها فلما بيلجأوا لعنا نحنا ما نقيم أول شي إذا موجودة مشكلة ولا لا هلأ عرفنا المشكلة موجودة بالجرسة التانية إحنا نحنا لازم نفهم الشخص أو الطفل بطريقة معينة كيف بتصير عمليات البلع كيف حركة اللسان بتكون بدون بلع وكيف حركة اللسان بدا تكون أثناء بلع السوائل وكيف حركة اللسان بتكون أثناء بلع المواد صلبية تمام بس يصير عندي كفاءة منيحة، هون إحنا sectorsolina ما بدس ثمارينウ Yummy shop versucht أن يسيطر على موضوع اللسان حتى يصير عملية بلع الصحيحة لما بتصير عندي كفاءة باللسان ومع تاضيцы من أنت تفرش الإسنان لقدام فتحسن عندي موضوع اللي هو أنه كيف نحن بنعطي الإسنان حركاته هون بعدين نبلش نصحح الأصوات يلي هو حيكون عنا مشكلة فيها بيسألونا شو الأصوات اللي بتتأثر كنطق فهو مثل عندي الأصوات مثل السين مثل الصاد تمام حتى الأصوات الجانبية الجيم والشين هدو كلاهاتهم حيتأثروا عنا نحن بالنسبة لنا لأنه هو عم بيمطؤون بالتعتمد على الأسنان فإذا عندي الفكين ما ننزعطين في فراغات فأنا حي تتأثر عندي فنلاقي ما في مفهومية بالكلام بس أنا هون نحن معد موضوعنا أنه نحن عم نعالج نحن عم نعالج أنه كيف نحن أداء نطق تبع هذا الحرف أو هذا الصوت تمام فهون الفكرة أنه نحن لازم لما بدنا هي لش نحن متخصصين أنه نتعامل مع هدول الحالات لأنه زي بنقول ممكن دكتور الأسنان يحط كابح لليصان لحتى يوقف حركته تمام أنه يبطل يهجو من قدام هون هو يعني بتدخل هو كعلاج له بالنسبة له أو بنحط تقوين بس نحن إذا ما تعرض لأختصاص ليعلمه ويصحح له الأصوات اللي هي متأسرة حي تضل المشكلة موجودة عنها طيب حجم اللسان إلو علاقة بيلعب دور؟ شو هو؟ حجم اللسان يعني في ناس طبعا حجم اللسان في أربع الأطفال لسان قصير في عالم لسان طبيعي في عالم لسان طويل أو كبير حجم اللسان بيلعب دور هون بيكون إلو علاقة؟ حجم اللسان هو اللي بيلعب دور تمام ممكن يعني هي واحدة ممكن تعطيني مشكلة حجم اللسان الكبير بيكون في تقل فبيكون الطفل كمان ما عنده قدرة على السيطرة لا على الحركة ولا على تقل فبيصير بيقدمه لقدمه يعني حتى نحنا ليش دائما دائما ننصح أنه تدرب اللسان عند الطفل لتعطيل حركات الصحيحة لتعطيل كفاءة الصحيحة حتى ما تتأثر لأنه نحنا شو عمنا من هنا عم نحكي عن مشكلة تبلع تمام لما أنا عم يكون عندي المشكلة بالبلع فعم تتأثر عندي الأسنان فأكيد هاي مشكلة ونرجع عم نقول مثلا أنه من المشاكل الثانية ما نشوفها هي ممكن أن التنفس يكون عندي مشكلة بيظل الطفل هو ونايم فتحتمه صحيح تمام فهي كمان بتأثر وتعملي هاي العضة المفتوحة طالما ما عندي أطباق صح فأنا ما عندي له طب صح ما عندي أنا يعني الصوات ما حتى تطلع بالطريقة المناسبة ولا الصحيحة طيب هاي المشكلة بنا نحلها بجهتين جهة طبية لها تتعالج هذا الموضوع وجهة المثل حضرتك لها تتعالج بقى الأثار اللي صارت بالأخطاء ببعض النطق لبعض الحروف كيف بيتم المعالج وقد ممكن تستغرق وقد حلق نحن ما بيجول عنا عادة يا بيتحول من طبيب الأسنان لحتى يرافقه نحن برحلة العلاج تمام بيكون هو عمل إجراءاته بموضوع إذا بدي حط كابح للإسنان أو إذا بدي حط تقويم للإسنان تمام وبيجي نحن تدخلنا أو عادة نحن مثلا منشخص الحالة هلأ إذا لأينا عنا مشكلة بالتنفس فنحن جبالنا نحول لاختصاصي أنف وإذنه حنجرة لنعالج المشكلة بالتنفس يعني هلأ الأطفال اللي بتتنفس كل شيء من تمه وهي عندها مشكلة بالأنف فأكيد نحن هون لازم نعالج هاي المشكلة تمام لحتى نحسن بعدين نعطي طريقة كيف يعطي للصوت حقه بالنفس وكيف يحكي فهون نحن نحول لاختصاصي ليعالج المشكلة الطبية وبعد هيك نحن ندخل طبيب الأسنان نرجع منقول حتى لو حل هو المشكلة إذا هو شخص ما تحكم بيه الليسان عنده وبحركة البلعة الصحيحة هنرجع لنفس المشكلة لما منبلش بهذه الحالات نحن عادة بيأخذ مننا من تقريبا من 6 لعشر جلسات أو 12 جلسة حسب العمر وحسب قدرة الشخص على أنه يعطي هذول التمارين والتزامه بالتمرين حتى يتعود طيب بالخيطان خلينا نعطي بعض النصائح لكل الأهالي اللي يقدرين تبهوا على بكير لأنه أشرتي لعدة نقاط واسعة الببرونة اللهاية الاستمرار فيها لوقت طويل معنى منعرف كل الولاد ممكن يأخذوا الببرونة واللهاية بس مولاوقت طويل تماما هذه نقطة لازم نركز يعني عدد تان دائما بيقولوا أنه لا مو كتير مني حنك تضلي حاطة طيلة لهاية كل الوقت لطلالة طولوا فيها لحتى ما نعلم حركة اللسان تضل هي لأدام تمام لحتى ما تتفش الأسنان وتعملي مشكلة وتعملي بروز بالأسنان وتعملي هاي العضة المفتوحة وبنفس الوقت كمان موضوع أنه يمص الطفل إصبعته هاي الكمان العادة اللي ممكن نشوفه نحن كمان هاي ملازم مباشرة نتوقف الطفل لحتى ما نعمله مشكلة وحتى وقت نشوف الولد هو عم يتفرج على التلفزيون أو شفنا التنمو هيك عم يضل مفتوح دائما نعطيه تنبيهات وإذا لاحظنا مشكلة بالتنفس نشوفها ونحلها تمام وإذا كمعا شفنا إنه نحن عنا مشكلة ولازم نروح لأختصاصي نطق طبعا لازم نشخص المشكلة حتى ما تتطور لمشكلة بالأصوات والنطق وصيص صعب علاجها أكيد بالخطامنا نتشكرك وعلى كل هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها وأكيد نتمنى إليك كمان الخير والصحة ببداية هذا العام شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا